تختتم اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الخامس وثلاثين للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول المؤتمر عدة محاور أهمها دور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي ودور المرأة في خدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشأة الطفلة وتجربة المصرية في تمكين المرأة وتعزيز قيم التسامح والتعايش والصنع وبناء السلام هذا المؤتمر يأتي تحت عنوان المؤتمر الدولي الأول للوعزات دور المرأة في بناء الوعي ويأتي انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بأهمية تمكين المرأة ويأتي انطلاقا أيضا من إبراز مكانة المرأة للشريعة الإسلامية باحترامها وتقديرها تقديرا كبيرا المؤتمر يأتي في إطاره تمام الدولة المصرية كلها ووزارة الأوقاف بدور المرأة في بناء الوعي هذا كعارف ان المرأة لها دور مهم جدا في بناء الوعي لدى المرأة نفسها ولدى الأطفال ولدى المجتمع المصري بكامله فإن المؤتمر يأتي في هذه الأونة ليعالج قضية مهمة وهي قضية المرأة حتى يتم تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة ولن يكون هذا التمكين للمرأة إلا بالتمكن والكفاءة فلابد أن نفتح للمرأة أبواب العلم حتى يحدث عندها التمكن وحتى تستطيع أن تنال الكفاءة التي بها تستطيع أن تقوم بدورها في كافة مناحي الحياة وخاصة في ناحية الوعي هذا المؤتمر يأتي بهمية كبيرة في بناء المجتمع وبناء الوطن حيث أنه جاء مناسبا لخطة مصر 2030 والتنمية المستدامة وهمية المرأة في بناء الأوطان هذا المؤتمر اختص بالوعيزات الوعيزات لهم دور كبير وواضح جدا في المساجد الأيام الماضية لأن فعلا كانت الأول المساجد ابتدت النساء ما تبقاش متواجدة فيها زي الأول لكن الآن في كل مسجد فيه وعيزة وفيه اتنين كمان وأن الوعيزات دلوقتي بيقوموا بدور المرأة في النصائح في الإفتاء في المقارئ في قراءة الكرآن الحمد لله ربنا أكرمنا وإن إحنا بقينا وعيزات في وزارة الأوقاف وده دور مهم جدا للوعيزات نزلنا المساجد لقناها فعلا محتاجة حد للوعي لأن الناس اللي موجودين في المساجد أغلبهم يعني ما عندهمش الثقافة الدينية الكافية وفيه حاجات كتير ما كانوش بيعرفوها فإحنا بحكم دراستنا وعلمنا اللي تعلمناه ابتدنا نوضح لهم الحاجات دي كلها ترجمة نانسي قنقر